قبل ما ابدأ ملخص النهاردة عاوز افكركم ندى لاخواتنا ان ربنا ينصرهم ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان ناخد مع بعض السواب الكبير جدا ده وبعد ما تسمعوا الملخص اتمنى انكم ما تمشوش على طول اعملوا لي لايك للملخص واتبوا لي رأيكم في الكومنتات بس كده حضروا مشروبكم المفضل ويلا بينا نبدأ ملخص الفيلم بيتقلنا في بداية حكاياتنا النهاردة ان حريات البحر بتتمتع بقدر كبير جدا من القوة وانها تقدر بسهولة ما انها تتحكم في عقل اي انسان وبننتقل لمشهد مجموعة من الصيادين وهم بيصطادوا السمك في البحر واول ما بيسحبوا الشبكة بتاعتهم من المية شيء غريب ومجهول بيهجم عليهم وبيعدوا واحد منهم اسمه تد لكنهم بصعوبة كبيرة بيسيطروا عليه وبيحطوه في صندوق وبيقفلوا عليه وبتكون العاصفة القوية بدأت تشد عليهم فبيتصلوا بحرس الحدود البحري وبيبعدهم طيارة هليكوبتر وبتاخد صاحبهم الجريح تد والسندوق اللي فيه الشئ المجهول ده وبتمشي بعد كده بيظهر لنا الشاب ده واسمه يان وكان عايش لوحده في منزل صغير على شطئ البحر في المنطقة الشطئية والسحلية دي على الرغم من انه من عائلة غنية جدا وهو عايش منفصل عن والده ووالدته بسبب كرهوم لحبيبته مادي عشان هي بنت فقيرة وكمان هو مش راضي عن شغلهم في طريقة سيد الاسماك بطريقة غير قانونية خالص في يوم من الايام وهو في عرابيته على الطريق الوسط الغابة بيتفاجئ ببنته على الطريق وبتكون عريانة ومش لابس حاجة خالص والبنت بيغم عليها ولما بتفوق وبتستعد وعياها من تاني بتلاقي نفسها في بيت بن لكنها مش بتكون عاوزة تتكلم مع بن ولا عاوزة تقوله اي حاجة خالص وبتكون بتبص البن بطريقة غريبة جدا وزي ما تكون اول مرة تشوف انسان بشري فبيروح بن وبيجيب دكتور علشان يتطمن عليها واول ما بيرجع للبيت مش بيلاقيها موجودة في المشهد اللي بعد كده بتظهر لنا البنت وهي نايمة في المركب دي وبتكون جعانة جدا فبتستطفار كبير كده وبتاكله وبتروح بعد كده للمدينة وهي مستغربة من كل حاجة حواليها لحد ما بتشوف الولد الصغير ده وهو بيتفرج على كارتون في التلفزيون وبتسمع الشخصية اللي في التلفزيون بتقول ان اسمها رين فبيعجبها الاسم وبتكرر انها تسمي نفسها رين وبعد كده الرجل ده بيشوفها وبيفتكرها واحدة شمال كده فبياخدها معا بالعربية للغابة لكن الصادمة بقى انه اول ما بيقرب منها رين بتخلص عليه وبتقتله بكل وحشية في لمح البصر في الوقت ده بن كامتولي اليوم بيدور عليها في المنطقة كلها وبالصدفة بيلاقيها على البحر وهي بتعرفه وبترجع معا البيته من تاني بن بيحاول يتكلم معاها وهي بتقوله انا اسم رين وكمان بتغني اغنية جميلة جدا وبن بتعجبه الاغنية وبيبدأ يدخل تحت تأثير رين السحري ولما بيشوف ان جلد جسمها بدأ يلتهب ويتقشر كده بسرعة بيروح يدور على اي كريم مرطب رين بتروح للبحر وبتنطف المية وبتتحول فعلا لحرية بحر وبتبدأ تصرخ بصوت عالي جدا وبن بيسمع صوت صراخها طب يقفز بسرعة وبينط وراها للمية لكنها بتهاجم وبيقدر بنه انه يهرب منها على اخر لحظة وبيروح لوحدة اسمها هيلين وهي باحثة في حريات البحر وبيحكي لها على اللي حصل معاه وبيقولها ان كلامها عن حريات البحر تلاح حقيقة ومش اساطير زي ما هم كانوا فاكرين وبيقولها ان في حرية البحر هجمته في المية وكانت هتخلص عليه وبتقول له هيلين خد بالكم واي نعم جميلات لكنهم بيعتبروا البشر اعداءهم وبتديلوا كتاب عن حريات البحر وبيمشي وبيبدأ في قراءة الكتاب وبنعرف ان الشيء المجهول اللي هجم على الصيادين في بداية الفيلم وعد تد الشيء المجهول ده هو دون اخت رين واللي محطوطة حاليا في مركز بحث علمي تابع للجيش ورين خرجت من المية الهنة عشان تدور على اختها دونة تاني يوم بالليل بيروح بينا مع الصيادين دول بالمركب بتاعتهم للبحر وبيشوفوا حاجة بتتحرك على كاميرا رادار المركب وهي بتعوم بالقرب منهم في المية وفجأة بيسمعوا صوت صراخ عالي جدا جاي من المية وبين بيحس انها ممكن تكون رين في ورطة فبيقرر انه يقفز من تاني للمية علشان ينقذها وبمجرد نزوله للمية بيلاقي بان تحت في المية جهاز كده شكله غريب متعلق في المركب واصوات الصراخ ده جاية منه فبياخده وبيطلع بالفوق على المركب تاني يوم بتخرج رين من البحر وبتلاقي رسومات لحريات البحر على بيت هيلين فبتدخل لبيت هيلين وبتتكلم معاها وبتسأل عن اختها دونا وانها جاية لهن على الارض وخرجت من البحر عشان تلاقي اختها دونا وتاخدها وترجع بيها من تاني للبحر في المشهد اللي بعد كده بتظهر لنا دونا وهي في حود سمك كبير مليان مية في المختبر العلمي التابع للجيش وبيعملوا عليها تجارب علمية وكمان تدل اللي اتعرض للهجوم منها في بداية الفيلم بيكون في المستشفى هنا هو كمان والغريب انه كل ما يفوق ويستعيد وعيه بيخضروا وينييموا من تاني وبنعرف ان الجيش بيعمل كده عشان عاوزين يخفوا وجود حرية البحر دونا هنا نهائيا ومش عاوزين اي حد يعرف عنها اي حاجة خالص بنرجع من تاني الرين اللي بتكون لسه موجودة في بيت هيلين وبتكون جعانة جدا وهيلين بتروح للسوق وبتشتلي اكل للسمك عشان رين تاكله ومن تاني بيظهر لنا بن وهو مع صديقته مادي وبيعرض لها رين وهي على كاميرات مرقبة في المياه وبياخدوا الجهاز اللي كان في المركب في المياه ومباشرة بيروحوا بالبت هيلين اللي بتكون شكة فيهم ومخبية رين جوا بعيد عنهم لما بيشغلوا الجهاز ده بيلووا صوت سريخ عالي جدا وبيكشف لنا الفيلم ان صوت الصراخ ده هو صوت صراخ دونا اخت رين والجيش بعد ما سجل الصوت ده حطوا على مركب الصوت في البحر عشان يجزيبوا بيه اي حريات بحر تاني عشان يستضوها اول ما رين بتسمع صوت صراخ اختها دونا بتكسر الباب وبتدخل عليهم وهي في كمة غضبها وبتاخد الجهاز ده من بين وبتكون فاكرة ان اختها دونا محبوسة فيه وبين بيفهمها ان اختها مش موجودة في الجهاز ده وان ده صوتها بس وبيوعدها انهم هيلقوها قريب جدا رين بتفضل هنا في فيت هيلين وبين بياخد صديقته ميدي وبيمشوا وبيرجعوا من تاني البيت بين وبيبدأوا يقروا ويعرفوا اكتر عن حريات البحر وبين وميدي متحمسين جدا لمساعدة رين ولم شملها مع اختها دونا اللي استخدمت قدراتها الخفية في التلاعب بعقول البشر والسيطر عليهم وخلت الدكتور والظابط ده واسمه ديكر يبقى معجب بيها ومجدود لها جدا وبتغني له اغنية حريات البحر اللي بتسحروا بيها تد بعد ما فق شوية كده سرق تليفون للممردة دي وبعت رسالة لصحبه صندر عشان يساعدوا ويخرجوا من هنا وصندر وصحبه لما بيشوفوا رسالة تد دي من خلال الرقم اللي اتبعتت منه الرسالة بيعرفوا ان رقم ممرد بتشتغل في المختبر العلمي البحث التابع للجيش طب يقرروا يروحوا لهناك عشان ينقصوا صاحبهم تد في الوقت ده الشرطة بتكتشف جسط الراجل اللي رين قتلته في العربية في الغابة انبارح الصبح وكمان بتكون في واحدة ست بلغت معمور الشرطة ان في بنت غريبة مش من هنا هجمتها وسرقت منها تيشيرت كانت غسلة وهاتعلقوا وعندها قوة كبيرة وغريبة جدا وبتوصف للشرطة ملامحة وشكلها والشرطة بتقدر ترسم تفاصيل وشكل رين على اساس وصف الست دي في الوقت ده رين بتكل وحدها في المدينة وشاب بيقابلها وبياخدها للحفلة وبتشرب كتير وبتذكر ولما بينه ومدي مش بيلقوها بيبقوا قلقانين جدا علشان هم عارفين انها خطرة جدا على البشر وممكن تقتل وتخلص على اي شخص في سواني معدودة فبيفضلوا يدوروا عليها لحد ما بيوصلوا للحفلة اللي هي فيها حاليا وهناك بتكون رين سكرانة خالص ومن غير قاصد بتوعى في حمام السباحة بانه ومدي في قمة الروع بانها تتحول لحرية بحر هنا قدام الناس لكن اللي بيحصل غير كده خالص ومش بتتحول ولا اي حاجة وبيطلعوها من المية وبيمشوا بيها من هنا وبيعرفوا منها انها مش بتتحول لحرية بحر غير في مية البحر وبياخدنا الفيلم وبيروح بينا لدونا في المختبر وبتكون قسرة الخزان اللي هي فيه وقتلت كل اللي موجودين هنا ولبسة لبسه ممرضة من اللي قتلتهم وتد اللي هي عضته موجود هنا هو كمان بيهرب معاها وبيكون فاكرها ممرضة وبيلاقف جيب اللبس اللي لابسه مفاتيح عربية الممرضة فبياخدوا العربية دي وبيهربوا بيها وبيتصل تد بواحد من اصدقاءه واسمه صندر وبنرجع من تن الرين اللي بيكون واضح عليها التعب جدا بسبب انها ما نزددش للمية من كم يوم وجلدها كمان ظهرت علي التهابات وبدأ انه يتقشر من عليها وهيلين بتحاول تساعدها ولما بن بيشوف حالتها بيقولها انت لازم ترجع للمية حالا لكن رين بترفض وبتقوله انا مش هرجع للمية غير واختي دونة معايا بن بيكون جاب جهاز تعاقب كده وبيلابسوا رين حول الرقابتها عشان ما اتوش منهم زي كل مرة ويعرفوا هي فين بالزبط بسهولة في الوقت ده مدي بتتصل ببن وبتقوله انها لقيت دونة اخت رين عند شط البحر في الغابة وبن بياخد رين وبيروح لهناك بسرعة رين لما بتشوف اختها دونة بيفرحوا جدا ببعض وبينزلوا للمية وبن وقاشلي زعلانين جدا على فرقهم لكن في نفس الوقت بيكونوا فرحانين ان الاختين اخيرا بقوا مع بعض وتلمش املهم من تاني بعد مرور شهر كده بنعرف ان ظابة الجيش دكر اللي كان معجب بدونها لسه عايش وعاوز يوصلها باي شكل وبيبدأ يدور عليها وبن ومادي بيكونوا مع الصيادين اللي بيلوا كميات كبيرة جدا من الاسماك ميتة على سطح المية ومش عارفين السبب الحقيقي وردها بعد كده بن ومادي بيتفاجئوا بجهاز التتبع اللي في رقبت رين بيديهم اشارة وبيعرفوا انها جاية بسرعة للشط فبيروحوا للغابة بسرعة عند شط البحر ومش بيلوا غير زعلاني في رين بس وجهاز التتبع جنبها ورين مش موجودة خالص وبنعرف ان الدونة هي اللي قطعت جهاز التتبع من حول الرقبت اختها رين ومش عاوزها تتواصل مع بن ومادي او اي انسان من تاني ودل انها بعد التجارب الوحشية اللي كانت بتتعمل عليها في مختبر الجيش ما بقتش تسك في البشر وبتكرههم رين ودونة بيسرقوا تيشرتات وبيلبسوهم وعلى الرغم من كره دونة للبشر رين بتاخدها وبتروح بيها البيت بن وهيلين بتكون هي كمان هناك ورين بتقول لهم احنا محتاجين مساعداتكم وكل حريات البحر بتموت بسبب الجوع في البحر وده بسبب ان البشر بدأ افسد الاسماك الصغيرة بكميات مهولة وكبيرة جدا جدا والسمك ده اللي حريات البحر بيتغزوا عليه فجأة دونة بتاجم على اختها عشان ما كانتش عاوزها تقول لهم على اي حاجة خادص وبتجري دونة وبتهرب من هنا عشان ترجع للمية ورين بتكونت جرحت في ايدها ومادي بالطهر لها الجرح بتاعها تاني يوم بيعرف فين ان اللي ورا سيد الاسماك بكسرة من البحر في المنطقة هو الزبط ديكر اللي معجب بدونة وعاوز يصطادها ويوصل لها عشان كده بيصطاد كل الاسماك اللي في المنطقة وبيرمي مواد كميائية في البحر عشان يرغم حريات البحر ودونة بالتحديد انها تخرج من المية للشط وبنعرف انه صنع خزانات زجاجية كبيرة وضخمة جدا جواها طعم للاسماك وبيحطها كمصايد وافخخ في البحر للقبض على حريات البحر ودونة بالتحديد تاني يوم الصبح حالين بتروح للشط وبتلاقي دونة هناك وبتديها اكل وبترجعها معها للبيت بالليل دونة بتروح لمصنع والد بن وبتلاقي اسماك كتيرة جدا ميتة وريحة الاسماك دي هي اللي جذبتها للمكان وبتشوف صورة بنة هنا وبتفتكر انه هو اللي قرى صيد الاسماك بكميات ضخمة من البحيرة وانه هو اللي بيرمي فيها المواد الكيميائية القاتلة تاني يوم الصبح بترجع عدونة البيت هيلين وبيوصل بن ومادي ورين هم كمان ورين بتتكلم مع اختها دونة وبتحاول تخليها تفهم ان مش كل البشر اشرار زي ما هي فاكرة وان فيهم ناس كتير طيبين زي إيلين وبن ومادي اللي بيساعدوهم لكن دونة مش بتسمع لها وبترفض كلامها وبتصر على موقفها على اعتبر ان كل البشر قعدة ليهم بلا استثناء في المشهد اللي بعد كده بيتقابل بن مع مايك وبيقوله ان فيه ضابط في الجيش اسمه دكر بيبحث وبيدور على دونة في كل مكان وانه تحت تأثير حب وغرام دونة فبيرجع بني للبيت وبيقول لي مادي على كل حاجة بالليل بيروح بن ومادي الحفلة في بيت والده ووالدته وهناك بيتقابل بن مع الزابة دكر وبن بيقدمه لأم والستة المشلولة دي ودكر بيقول لها احب طمنك ان انا خلاص دقنا العلاج بتاك وعلاجات تانية كتير للامراض اللي بيعاني منها البشر وبنعرف انه يقصوا دماء حريات البحر من التجرب اللي عملوها على دونة لما كانت عندهم في المختبر العلمي التابع للجيش وبيقول دكر لبن اننا توصلنا ان دماء حريات البحر تقدر تعالج امراض كتيرة جدا بتعاني منها البشرية وام بني كانت سعيدة جدا جدا بالاخبار دي وبني بيقول لدكر بس اللي بتعمله في البحر هيقضي على حريات البحر وساعتها مش هيبقى في حريات للبحر وازاب الدكر بيقول له خلاص الاوامر صدرت للجيش ومن الليلة هيبدأ الجيش في سطح حريات البحر وبني اول ما بيسمع الكلام ده بيتصدم جدا وبيتصل برين وبيقول لها تبعد عن البحر تماما هي ودونة الليلة دي عشان الجيش هيبدأ في سطح حريات البحر لكنها مش بتسمع الكلامه وبتروح مع اختها للغابة وبيبدأ وهم اللي كنين فوقوا هنا اغنية حريات البحر وسود دونة بيجزب الزاب الدكر وبيوصل لهم هنا في الغابة واول ما بيشوفوا دونة بتقول له اختها ان ده من ضمن الناس اللي كانوا خطفيني فبيهجموا عليه وبيوصل بينه ومادي وبيحاولوا ينقزوا منهم ورين بتتخانق مع بينه وبتدايق منه انه بيحاول ينقز ويدافع عن واحد من اللي كانوا خطفين اختها دونة وبتاخد اختها وبتمشي ودونة بتقول لرين انا هخلص على البشر كلهم وهنتقم منهم وبتنزل للمياه والمأمور بيكون هنا وبيضرب رين بطلقة مخدرة وبيقبض عليها ولما بتفوق بيبدأ المأمور يحقق معاها بخصوص الرجل اللي قتلته في الغابة قبل كده ورين مش بتكون فهمة كلامه قوي فبتقوله ان بينه ومادي هما اللي يعرفوها وبيساعدوها هنا في الوقت ده بتوصل مادي لقسم الشرطة وبتتقابل مع المأمور وبنعرف انه ابوها ومادي بتفضل تتكلم معاه وبتقوله كل حاجة عن رين واختها دونة وانهم حريات البحر لكن باتريك مش بيصدقها وبيقولها حريات البحر اوهم واسطير فبتخليه شوفها وهي بتتحول لحرية بحر وبيتصدم من كده فبيطلق صراحة ومادي بتاخدها وبترجع بيها للبيت من تاني ومادي بتكون قلقان على بينه عشان هو هيروح مع الصيادين عشان يمنعوا الجيش من استياط حريات البحر وفعلا بعد مدة من الابحار في البحر بيوصل بينه وصندر وبقى الصيادين لسفينة الجيش بس الصدمة بقى انهم مش بيلوا اي حد من قوات الجيش على السفينة والدم والاشلاف وكل مكان هنا على السفينة وطبعا هم بيعرفوا ان حريات البحر اكيد هي اللي عملت كده بعد شوية وقت دونا ومعها زاكر حريات بحر اسمه جور بيهجموا على بينه واللي معاه دونا بتغني اغنياتها عشان تسحرهم بيها وتد بيقرب منها لكن بينه على اخر لحظة بيشدوا بعيد عنها وبيضرب طلقة مديئة في السماء ودونا بتخاف منها وبتنط وتقفز في المياه وجور هو كمان بينط وبيقفز معها للمياه وبنعرف ان واحد من الصيادين وهو ابو صندر اتجرح جرح خطير جدا وبيموت في الحال وبيتفقوا انهم يرموا جسيته في المياه عشان لو راحوا بيها للشاط الشرطة هتحقق في الموضوع ومحدش هيصدق كلامهم عن حريات البحر ومش بعيد يتهموهم بقتله ولما بيرجعوا من تاني باني بيكون متضايق جدا وبيتخنق مع رين وبيقول لها احنا بنحاول نساعدكم ونقف وش اللي عاوزين يصطدوكم واختك وبايا حريات البحر بيردوا لينا الجميل بانهم يهاجمونا وكمان قاتلوا ابو واحد من اصدقائي ولما بيخرجوا رين بتقولوا زي ما انت حزين على صديقك احنا كمان عدد كبير مننا مت تحت المياه ومادي بتقول لبين ان دونا تعرضت للتعذيب والمعاملة الوحشية لما كانت في مختبر الجيش وعشان كده هي بتتصرف بالشكل ده وحاسة ان كل البشر اعدائها بالليل بين بيكون واقف هنا مع رين وبيطلب منها تغني لاغنية حريات البحر والظاهر كده انه منجزب ليها بالليل بقى على الشاط بتطلع دونا وجور ومعهم واحدة تانية من حريات البحر اسمها لي ودونا بتسرق لهم شوية تدوم من السياح دولو بيلبسوها وبيتحركوا وبيدخلوا المدينة وبيروحوا مباشرة على بيت هيلين ولما بيسألوها على رين مش بتقول لهم هيلين اي حاجة جور بياجم عليها وعاوز يقتلها فبتقول لهم ان رين موجودة في بيت بين فبيروحوا بسرعة لهناك ودونا بتطلب من رين انها تيجي معاهم وهنا بنعرف ان جور وليه عاوزين يقتلوا رين عشان خانت حر البحر وفضلت مع البشر لكن دونا بتقف مع اختها وبتدفع عنها بان بيوصل في الوقت المناسب وبياخد رين ودونا وبيهرب بيهم بسرعة بعربيته وبيروح بيهم للشاط وهناك بيسألهم ليل اتنين الحر ياهم عاوزين يقتلوكم وهنا بقى بدأت رين تحكيله حكاية وبتقول له من سنين طويلة فاتت واحدة من حريات البحر سابت البحر وتلعت للشاط وهناك تعرفت على شاب حبها وحبته وتجاوزه وقررت تفضل معاه وما ترجعش للبحر وخلفه بنت بس البنت دي ما كانتش طبيعية كن نصها بشري ونصها حرية بحر لكن ابو البنت دي خدها وقتلها في الغابة ولما الام عرفت بكده هربت منه ورجعت للبحر والشاب ده بعد كده خد صيادين كتير ونزلوا بركابهم للبحر وقتلوا عدد كبير جدا من حور البحر ومن ساعتها وحور البحر بيعتبروا البشر اعداء ليهم وحاليا كل حور البحر بيعتبرني خينة عشان انا مع البشر هنا في الوقت ده السياح اللي دون وجوره واللي سرقوا منهم الهدوم اللي على الشاط بلغوا الشرطة والمأمور والد مادي بيتأكد انهم حريات البحر وبيقرر القبض عليهم وصندر بيجاهز نفسه وسلاحه عشان يخلص عليهم وينتقم لوالده فجأة بتظهر ليه هنا في المين على شط البحر ورين بتهجم عليها بكل قوة وشراسة وبتضرف فيها جامد جدا وبتسيطر عليها تماما وبنعرف ان من قوانين حر البحر ان المهزوم بيسمع لكلام المنتصر وبينصع لأوامره وبيوصل جورورين بتعمرهم يرجعوا للبحر ولما كانوا خلاص هينطوا في البحر بيظهر صندر ومع السلاح بتاعه وبيصوب سلاحه على جوروليه لكن بلن بيحاول يزقه بعيد ويمنعه فبتخرج رصاصه وبتصيب دونا وبيهرب جوروليه من المكان وبسرعة بينقلوا دونا البيت هيلين وبتكون بتنزف وبتعاني من صعوبة كبيرة في التنفس والزاب الدكر بيعرف اللي حصل وبيكون حزين جدا على دونا وبيحبها ولسه تحت تأثير سحر الأغنية بتاعتها بس بيتصل بدكر وبيقوله لو صحيح بتحب دونا وعاوز تنقذها احنا محتاجين الدم بتاعها اللي خدتوا منها في المختبر وفعلا دكر بيعمل كده وبيتم نقل الدم ليها وحالتها بتبدأ تتحسن لكن فجأة بتتعب من تاني وبتتوقف عن التنفس نهائيا وبتموت رين بتنهر من الحزن عليها وهيلين بتاخدهم كلهم للغابة عشان يدفن ودونا وهناك لما بيوصلوا للمقابر دي هيلين بتقولهم ان المقابر دي الحر البحر اللي عايشين على الأرض وان الأسطورة والحكاية اللي رين حكيتها لبنة مش صحيحة وان الطفلة اللي كانت نصها بشري ونصها حرية بحر ما ماتتش وعاشت وتجوزت وخلفت بشر متحولين زيها نصهم بشر ونصهم حر بحر والمفاجأة انها بتبقى جدة هيلين الكبيرة وبيتصدموا لما بيعرفوا ان هيلين نصها بشري ونصها حر بحر والصدمة الأكبر لما بتقولهم هيلين ان بيني كمان من نفس العيلة والسلالة دي وبيني مش مصدق اللي بيسمعوا وبعد ما بيدفنوا دونا بيرجع بيني الوالد وبيعادبوا انه خب عليه الحقيقة دي ووالده بيقولوا عشان البشر لو عارفوا اننا نص بشر ونص حر بحر مش هيتقبلونا ومش بعيد يقضوا علينا نهائيا كمان في الوقت دا ديكر بيكون منهر تماما بعد موت دونا واغنياتها السحرية عملاله هوس فبيروح لشط البحر وبينتحر وفي الكفيدة هيلين بتسأل رين عن الاغنية اللي غنتها البين وصحرته بيها وبنعرف انها بتسبب هوس للي بيسمعها ولما بيعرفوا بموت ديكر بيتحركوا بصرع عشان ينقذوا بين اللي ممكن ينتحر او يعمل في نفسه حاجة لانه تحت تأثير اغنية رين السحرية وبيظهر لنا بن في المركب وهو الواحد في نص البحر وبيسمع صوت اغنية رين جاي من المية فبينجذب لي وبينط في المية وبنعرف ان كل دي مجرد تهيئات وبيوصل لمنطقة عميقة في المية ومش قادر خلاص تيكتم نفسه اكتر من كده وبيغم عليه وبيفقد وعيه تماما وعلى اخر لحظة بتوصل رين وبتنقذه ولما بيتقابل بيني مع مادي بتقوله انا مش حاسة انك بتحبني زي الاول وبتطلب منه ينفصله عن بعض وبتسيبه وبتمشي ولما رين بتعرف اللي حصل ده ما بين بينه ومادي مش بتكون عاوزة تكون هي السبب في تدمير علاقتهم وحبهم لبعض وبتكرر انها هتمشي وتسيب بين وبتقوله يرجع من تاني لحبيبته مادي وبتمشي فعلا وده هو الجزء الاول من حكاياتنا وقريب جدا هنلخص لكم الجزء التاني واول ما ينزل ان شاء الله هتلاقوا رابط الملخص في الوصف وفي تعليق مسبت في خانة التعليقات ولو وصلتم معي لحد هنا فاكيد الملخص عجبكم وبعدها ربنا يحقق لكم كل اللي بتتمنوا يا رب وتفرحوا كده زي ما هتفرحوني بلايقاتكم وتعليقاتكم الجميلة واشوفكم على خير الملخص اللي جاي ان شاء الله سلام يا احلى واجمل ناس في الدنيا